يعني مع الأسف دائما هذه مشكلتنا مع القوم نتكلم في نقطة محددة فإما أن يجيبونا بخطابياتهم المعهودة أو بهذا الأسلوب الحكواتي بهذا الأسلوب القصصي أسلوب الحكواتيين والقصاص ومن أشبه وأحيانا ربما يجيبوننا بالبكائيات مع شيء من قلة الأدب أيضا لا تذكره إلا بعدما تتمضمض وبعدما ما أدري كذا طيب أنا أيضا أستطيع أن أجيبك بهذا يعني وأن أسميك باسمك وأقول يا عادل إذا ذكرته إذا ذكرت أبو موسى الأشعر بالثناء أو الترضي أو التولي فلا يكفيك أن تغتسل حتى بماء البحر والمحيط يعني ثم ماذا يعني هذا هو أسلوب المناظرة المحترمة أو أسلوب المواجهة العلمية الصحيحة كنا نربع بك أن تنزل إلى هذا المستوى وتنحدر إليه أجب في صلب الموضوع لا 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 يقاطع ماذا تبقنا لا أحد يقاطع الآخر أجب في صلب الموضوع أما أنك تأتي وتقرأ علينا جريدة في فضائل أبي موسى الذي رضي الله عنه من فوق سبع سماوات هذه الدعاوى الفارغة الإنشائية التي لو أردنا أن نحاسبك على كل واحدة منها لطالبنا المقام لجلسات ونسينا أصل موضوعنا هذا لا ينبغي الناس يدركون حينئذ أنك في الحقيقة تمستوى هابط بالقياس إلى هذه الأطروحة التي نطرحها وأما دعواك أنك تعلم بما في كتبك وما قاله علماؤك أكثر منا فلا يبدو لنا ذلك يعني بصراحة يعني لأنك حاولت التملص من تحريمهم في عقيدتهم السلفية ومنهجهم السلفي مناظرة أهل البدع ونحن منهم في نظركم لأنك إنما تتقدم لمناظرتنا لأجل أن تظهر يعني منكرنا وترد علينا في أمام العامة وأمام الناس في حين أنك لو راجعت لوجدت أنهم يحرمون هذا بعينه ويمنعون عنه ويقولون إنه ليس من هدي السلف كنا نتفائل في البداية نقول إنك إذ قدمت إلينا أو قبلت أن تواجهنا في ذلك فأنت قد شذذت عن مذهبك وقبلت يعني هذه في الحقيقة تقدمك لمناظرتنا ومحاورتنا هي جرأة عظيمة على ما قرره علماؤكم فأنت شذذت عنهم ولذلك تفائلنا وقلنا فلتكن لديك ذات الجرأة في شأن أبي موسى الأشعر هب أنهم أجمعوا على صلاحه وأنه من الصحابة المرضيين كما يقولون فما المانع أن يكون لك اجتهادك الخاص كما كان في هذه ولتمامية الدليل تقول ثبت عندي أنه منافق وأنا أبره إلى الله تعالى منه لاحظ مثلا هذا ردا على دعواك أنك إنما تناظرنا لترد علينا لاحظ ما قاله إمامك أحمد بن حنبل في الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري يقول كتب رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله يعني أحمد بن حنبل كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم حتى لترد عليهم هذا عليك حرام كما يقول أحمد بن حنبل فإنهم يلبسون عليك ما تشوفنا شون نحن نلبس عليك ما تلاحظ شون يعني وهم لا يرجعون فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكن ممن يحدث أمرا لا تحدثا فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انتبه وفي شرح أصول السنة لشيخهم عبيد بن عبد الله الجابري الممدوح من ربيع المدخل بأنه من أفاضل العلماء السلفيين المعروفين بالورع والزهد والقول بالحق يقول قال الإمام أحمد ويقول رحمه الله تعالى في أصول السنة وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال ثم يعلق على ذلك بقوله وهذا رد على عشاق المناظرات والمجادلات والمحاورات فإنه لم يكن من هدي السلف أبدا ويقول شيخهم أحمد بن محمد العتيق رئيس محكمة التنفيذ بالرياض في فتوى له بعنوان حكم مناظرة الرافضة في القنوات يقول وقد شاع في الأيام الماضية مناظرة الرافضة عبر إحدى القنوات ولاقى هذا العمل استحسانا من الكثير بل بسببه أصبح كثير من الجهال يطعنون في علماء أهل السنة والراسخين ويقولون لماذا لا يشارك علماؤنا في هذه المناظرات ثم يجعلون ذلك ذريعة للقدح في علمائنا ما علموا أن علماء أهل السنة يترفعون عن مثل هذا العمل فإنهم لم يسكتوا جهلا ولا جبنا فلله درهم وإنما سكتوا عن ذلك لمنهج يسلكونه وألا وهو انتبهوا جيدا ما هو هذا المبدأ السلفي المتين ألا وهو أن مناظرة أهل البدع أمام العامة ممنوع شرعا حرام وأنتم عامة والناس يسمعوننا أيضا في كل مكان وهذا الرجل يرتكب الحرام من حيث لا يدري قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإذا كيف يزعم أنه أعلم بمذهبه وأقوال علمائه منا لا نحن أعلم يا أخي مع الأسف الشديد أردناك أن تكون أكثر جرأة إذ تمردت على هذا القول وخالفته أن تتمرد على ذلك القول أيضا في أبي موسى الأشعري أما أتيانك بهذه المحبوكات التي لنا نقود عليها بطبيعة الحال وقد تناولناها في الجلسات الماضية على أساس أنها مما يشفع لأبي موسى وتشتت البحث عن النقطة المحورية وهي نقطة أن أبا موسى متهم من حذيفة بالنفاق وأنه ممن اشترك في محاولة اغتياله صلى الله عليه وآله في العقبة فهذا لا ينفعك لأنه أول ما تجاب به أي قال أولا من قال أن هذه تثبت والنزاع أصلا في الشخصية هذه وبعض هذه الفضائل المدعات إنما هي مروية عنه بنفسه دعوا كأنه مثلا من السابقين الأولين لم يثبت دعوا كأنه لمكاني توليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله هذا يرد عليه أبو موسى نفسه والروايات عن نبينا صلى الله عليه وآله نفسه كقوله مثلا قوام أمة بشرارها كقوله إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر مثلا فأي شيء زعمته هنا أي شيء أتيت به بل أكثر من هذا إنك حينما تقول مثلا إن هذا الرجل صالح لأنه قد تولى من النبي صلى الله عليه وآله لأنه قد تدح لأنه قد ذكرت له هذه الفضائل فأول ما تسأل عنه أنه كيف خفية كل ذلك على حذيفة هتكون أنت أعلم بحال أبي موسى من حذيفة بن اليمان